مع دخول الشهر الثامن في الحرب أعتقد أننا دخلنا مع أداء نوعي مختلف للمقاومة ولا نحكي عنه وبين سيناريو التفاوض وإمكانية الوصول إلى نتائج يعني الأمرين منفصلين المقاومة سواء في شمال فلسطين أو في كل غزة شمالا وجنوبا إيقاعها ليس مرتبطا بالتفاوض بل العكس تماما يعني أنا رأيي وأنا كتبت هذا الشيء وليس بعد جباليا اللي هي قمة الإنجاز الآن أنا أعتقد أنه منذ بداية الحرب كانت المقاومة مشغولة ومسكونة بمجموعة من الحسابات جعلتها تضع بعض بأسها في الحرب سواء في جبهة الشمال أو في جبهات غزة مجتمعة وخليني بلش بغزة بعد بأسها ليش بشكل بأسها هذا اللي نعم وعشان هيك عم أقول الشهر الثامن هو شهر النقلة النوعية بل شهر التحول النوعي المقاومة في الأيام الأولى والأسابيع والأشهر الأولى من الحرب بقيت تقاتل على قاعدة وظيفة سياسية للقتال ما فيه قتال للقتال وفن للفن يعني فيه وظيفة الوظيفة السياسية للقتال كانت هي إفهام العدو بأن رهانه وأوهامه حول القدرة على القضاء على المقاومة والقدرة على الوصول للأسرة عن طريق العمل الحربي استحاله وبالتالي أن عليه أن يوقف هذه الحرب لأنها بلا جدوى وكانت ترغب بأن تصل إلى هذا الهدف وأمام العدو فرصة التعديل والتبديل بحجم خسائر أقل بإحراج أقل فكانت تفتح له طريقا جانبيا للتراجع ولذلك كانت وظيفة العمليات هي في كل ما تقدم كل ما حاول أن ينجز شيئا أن تفهمه أن المقاومة مستمرة وأن المقاومة باقية وأن المقاومة تقاتل وأن رهانه على أنه تقدم نحو الهدف هو سراب وأن رهانه أنه سيصل قريبا للأسرة هو يعني وهم وحشية العدو في التعامل معه ما يمكن أن يسمح له بالحديث عن ذريعة لارتكاب المجازر بعمليات قتل له فيها العشرات وجرح له فيها المئات فيصور أعماله انتقاما يعني أنا شفت مشهد مثلا بساحة غزة عشرات الدبابات وأنا بعرف أنه هذا كان ممكن بهواوين الستين يعني إحداث محرقة بالدبابات ومن فيها المقامة لم تفعل هذا يعني لم تكن قضيتها هي إلحاق هذا النزيف الدموي بجيش الاحتلال في تلك المرحلة فكانت تريد أن تربح حربها المعنوية بإثبات حسن النية في الوصول إلى خاتمة للحرب ولذلك تعاملت مع كل المسار التفاوضي بما فيه السيء منه بإيجابية بمرونة بانفتاح بتدوير زوايا وليس بحدية على قاعدة يعني الثوابت كانت تحاول أن تصل إلى ثوابتها لكن بإحراج الوسطى بأنها هي الإيجابية وكيان الاحتلال هو السلبي الأمر الثالث أن المقاومة في لبنان وفي فلسطين وانت بتلاحظ المقاومة على جبهة الشمال لم تكن بهذه الشراسة التي تقاتل بها الآن وهذا نفس المسار الفلسطيني لأن المقاومة على الجبهتين كانت تريد تفادي الحرب الكبرى هذا معلن وبالتالي كان لديها قلق من أن ينجح العدو في استدراج الأمريكي إلى الانخراط في مواجهة مفتوحة تتحول وتتدحرج إلى حرب كبرى فكانت تقييس ضرباتها بميزان الجوهرجي مثل ما بين قال حدثت ثلاثة أشياء واني أكتر بس رح أخذ ثلاث منهم كانت كافية لتنتقل المقاومة إلى مرحلة الهجوم المعاكس ومن يقرأ بيانات العمليات عن الشهر الأول والشهر الثامن ويقيم بينهما مقارنة سيجد أن نسبة عمليات وفاعلية العمليات التي نفذتها المقاومة في جبهتين جنوب وغزة في الشهر الثامن هي على الأقل خمس أضعاف ما كان في الشهر الأول وأن الاحتلال بكفاءة ومهارة وحيوية هي على الأقل واحد من خمسة مما كان في الشهر الأول يعني النسبة واحد لخمسة وعشرين بين أداء المقاومة وأداء جيش الاحتلال والتحولات الثلاثة هي واحد أن المقاومة في غزة أظهرت أعلى درجات المرونة تجاه شعبها لتحمل منه شهادة بأنها صادقة في سعيها للوصول إلى اتفاق وتحاول تجنيبه المزيد من الخسائر وهي الآن تحمل تفويضا مفتوحا من شعبها لمواصلة خوض الحرب باعتبارها قدرا لأن المقاومة فعلت أقصى مما يمكن فعلها فهي أبرأت ذمتها في هاتين الكبيرتين في السياسة والمعنويات والأخلاق المسألة الثانية هي أنه بعد الرد الإيراني الرادع حسم قطعا أن لا حرب كبرى في المنطقة كان الإسرائيلي ليسترد جزءا من قدرة الرادع معنيا برد على الرد الإيراني أعلى مرتبة وكان هذا مشروط بأن يقبل الأمريكي ويرطضي ركوب الموجة معه واضح أن الأمريكي أمسكه عن يده وقال لا نتحمل مثل هذه المخاطرة ومنذ تلك اللحظة المقاومة دخلت مرحلة اسمها أن تفادي الحرب الكبرى لم يعد عباء على عاتقنا بتنا على يقين بأنه أصبح وراءنا العامل الثالث هو أن التفاوض وصل إلى طريق مسدود رهان قضية الأسرة تنتج وتولد حركة نعم تولد حركة وتداعيات داخل كيان الاحتلال لكنها لا تجبر نتنياهو على المجيء إلى التفاوض وبالتالي مزيد من الضغط في قضية الأسرة سيؤدي إلى أن تصل إلى لحظة وقد مات كل الأسرة وبالتالي لا إمكانية للرهان على هذه الورقة وحدها الرهان على أن الوسطاء يضغطون طيب المقاومة وافقت ولم يخرج أحد بكلمة يقول إن الكرة الآن في ملعب إسرائيل حتى العرب بينما لم تكد إسرائيل تتلفظ أنها يمكن أن تدرس عرضا سابقا حتى تراكض الجميع يتحدثون الكرة في ملعب حماس وقال الأمريكيين أنه عرض سقي حتى الأمريكي الذي صاغ هو العرض التفاوضي الذي قبلته حماس العرض الأخير هذا سياغة بيرنز ومين حدا بسد نصري والقطري يقدمان من عندياتهما عرضا للمقام ويتحملان المسؤولية حمام الأمريكي وش وعد يعمل أسبوع بالدوحة كان أصلا بين الدوحة والقاهرة هذا عرضه هذا عرضه عندما قبلته حماس ورفضته إسرائيل شمع الخيط مثل ما يقولوا فل من المنطقة دون كلمة وبلع لسانه وبات العرض يتيما ما له أب العرض لا مصر قال لأنه فعلا مش مصري ولا قطر قالت هذا عرضنا لأنه فعلا مش قطري والأمريكي خارس وصاحب العرض هرب طيب فبالتالي إذن المقامة ورقة الأسرة وورقة الوسطاء كعوامل ضغط من أجل الوصول إلى اتفاق ضعيفتان خلينا نقول إذا ما بدنا نقول أنه عديمتان فاعلية فإذن ما هو العنصر الفاعل العنصر الفاعل هو أن ينزف هذا الجيش دما حتى تصرخ قيادته وتقول بيتنا عاجزين عن المضيف القتال هذا الذي أنت لست خاشيا من حرب كبرى أنت لست مراهنا على جدوى الاستثمار الأحادي على قضية الأسرة وقضية الوسطاء وأنت أبرأت ذمتك أمام شعبك وأمام المفاوضين الوسطاء من إثبات حسن النواية للوصول إلى اتفاق وبالتالي ذهبت المقامة مع مطلع الشهر الثامن إلى ما بدنا نقول أعلى بأسها إلى درجة عالية من بأسها ونحن نرى النتائج النتائج في جبهة لبنان أن الآن المستوطنين يتداولون خرائط يقولون هذه هي حدودنا يعني يبتعدون عن الحدود الفلسطينية اللبنانية بين عشر وعشرين كيلومتر حسب المناطق ورسمين خط متعرج بالأحمر وبقولوا هي هي الحدود الجديدة لإسرائيل طبعا نحن لا نعترف بمبدأ حدود لكن أقول بلغتهم يقولون هذا الحزام الأمني لحزب الله الذي لا نجرؤ لا نحن ولا الجيش وكلمتهم فقدنا الشمال نعم أن ندخل إليه بطريقة عادية حتى الجيش يدخل مموها يدخل بسيارات ركاب الأجرة وبينما المقاومة بكل أريحية الآن الناس أبناء الجنوب صحيح في شهداء من المدنيين ومن المقاومين لكن الآن القرى الحدودية نفسها لم يتغير شيء من عاداتها كل سبت وأحد كل الناس طال على الضيع وكل الضيع الناس موجودة على خط الحدود وبينما على مدى 15 كيلومتر أنت لا تجد مستوطنا وجنديا ظاهرا المقامع منفتش عليهم في أي تشريع ترى الناس يعني من كل حد وصوف عندنا عندهم في السر وفي الليل وعلى ضوء الشموع أحيانا خشية أن يأتيهم صاروخ لا يعرفون كيف ومن أين يأتي فإذن نحن أمام مشهد تتعاظم فيه أداء يعني درجة أداء المقامة ومستوى فعليتها وهذا الذي يمكن أن يغير المسار التفاوضي الجيش لأنه نحن قدام حال الكيان هو كيان لجيش وليس جيشا لكيان اتنين حركة الرأي العام بشو بتتأثر بتتأثر بالجيش أهالي الجنود الآن حركة في الشارع تعادل حركة أهالي الأسرة إذا صوتها مش أعلى الجيش واضح الآن أنه حجم الخسائر ضخم الخسائر بالمعدات أيضا فوق قدرة الجيش تحملها لمواصلة القتال الخسائر في الأرواح الفرار نسبة الفرار صارت بين 10 و 15 بالمية نسبة التمرد على الذهاب إلى الجبهة 10 بالمية وبالتالي أنت أدام معادلات بأي جيش طبيعي وقيادة عاقلة تقرر وقف الحرب فورا يعني هذا جيش لا يمكن أن تقاتل به مع هذه القيادة الأمر يختلف لكن في نهاية المطاف هذا قانون حركة وسراع سيفعل فعله نحن في اليوم الثاني لسبعة أكتوبر يعني بتماني استطلاعات الرأي الإسرائيلية وهذا برأي قانون سيحكم مستقبل الصراع مع الكيان لأنه نحن كان فيه سؤال أنه إذا ذهبت قوى المقامة ومحور المقامة إلى التفوق في الميدان كيف سيكون تفاعل الكيان كبيئة اجتماعية يعني معروف أنها ملصقة تلصيقا وملفقة تلفيقا وليس ما يربطها لكن كان عندنا سؤال هل سينمو المزيد من التطرف في الرأي العام على ضوء الخسائر والهزائم أم سينمو التيار الانهزامي الذي يجري الآن يعطينا الجواب نحن بيوم 8 أكتوبر استطلاعات الرأي 94% إلى جانب الحرب بالمطلق وعلى قاعدة اقتلوا أطفالهم ونسائهم من الجمهور الإسرائيل أبدا تراجعت 74% نهاية العام 57% نهاية أذار 38% نهاية نيسان يعني أقل من 40% بالأمس 30% المؤيدون للصفقة بعد شهر ونص تقريبا مع الهدنة المهم الهدنة الأولى المؤيدون لمواصلة الصفقة كانوا 20% ثم أصبحوا 30% 54% في نهاية نيسان الآن 67% أولوية إنجاز صفقة ولو كان ثمن ذلك وقف الحرب 67% وبالتالي إذن بين تأييد للمقاومة يتعاظم في الضفة وفي غزة رغم كل التضحيات تسأل مؤسسة الدراسات الفلسطينية للبحوث السياسية والمسحية أهالي غزة النازحين هل لازلت تؤيد ما جرى في السابع من أكتوبر وتراه صائبا 67% في غزة يقولون نعم